عرضنا أيضا يوم الاثنين الماضي خبر على ما فعله مدير احدى المدارس بضميات عندما ألزم السادة المدرسين في المدرسة بأنهم يذهبوا ويجمعوا توكيلات باسم المرشح عبدالفتاح السيسي النهاردة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بيؤكد أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي خطابات لأي هيئات تعليمية تحت إدارتها تلزمها فيها بإجبار المدرسين على عمل توكيلات للمرشح عبدالفتاح السيسي بل بيعلن المركز أنه تم استبعاد مدير المدرسة في ضميات على هامش خبر أنه أكبر المدرسين بإجراء توكيلات وإحنا بنخرج من الانتخابات